بسم الله الرحمن الرحيم معكم هانيحسين هانيحسين.com هذا الفيديو الاول في سلسلة الدليل الشامل لشرح الويب ماستر تولز سيرج كونسول طيب الان هذا الفيديو الاول هشرح القسم الاول اذا ما شفتوا فيه هذه المقالة اللي بيشوفني من اليوتيوب اتمنى تضغط على اللينك اسفل هذا الفيديو حتى تدخل المقالة لانه هذا الفيديو يعتمد كثيرا على انك تشوف المقالة لانه شرح كامل بالدليل طيب الآن أول قسم Search Appearance تكلمنا عن أنه هي تعني كثير في البيانات اللي في داخل صفحتك حلو جدا هذا القسم بحيث أنك تعرف وين الأشياء اللي فيها أخطاء اللي جوجل بحب أنها ما تكون أخطاء هذا لا يعني أبدا أنه صفحاتك اللي فيها غلط أنها مش مفهرسة أو أنها مش هتطلع في جوجل لا لكن من الأفضل أنك تعملها مثل ما يوصيك جوجل طيب الآن لو ضغطنا على Structures Data هتشوفوا أنت هنا أنا طبعا في داخل موقع الأزنبي اللي هو في دراسة كيف أبيع موقع AdSense BodyPain Center بيين لي أنه في 209 items على 23 pages كلها تمام إلا 23 items فيها Errors وطبعا زي ما حكيت هاي الأرورز لا تعني أنه صفحاتك في خطر لا تعني أنه أنت هاي الصفحات مش هتترتب في جوجل لا لكن لو في إلك منافس مزبط هاي الأرورز تمام فهذا معيار سيأخذ جوجل في عين الاعتبار تمام طيب الآن هاي مشكلة المكان هذا أنه لازم تقرأ ومع الوقت بصير عندك خبرة أكتر بهذه الأخطاء لأنه في أخطاء عديدة جدا ممكن جوجل يجدها تمام لأنه جوجل حكيت لك معياره كثيرة جدا الآن الآن زي ما تشايفين في هاي الصفحة لما تضغط على Structured ستركتشار داتها عفوا هاي ظهر لك وين الأخطاء بحكي لك أنه كل الـ Type تبعات الـ Data تمام اللي عندك Type 1 اسمه H Atom في عندك 23 Error الآن لو ضغطنا على هذا الخيار وزي ما حكيت لكم طبعا ممكن اللي مبين عندي هون يكون عندك مختلف كليا لازم تقرأ لازم تدخل مثل ما راح أفرجيك الآن وتعرف شو هي المشكلة هاي وتحاول تحلها ولو أنت ما بتعرف برمجيا أو هيك زي حالتي بتخلي حدا يعمل لك هذا الموضوع طيب لو ضغطنا على هذا الخيار اللي بعطيني 23 Error هيطلع لي الروابط اللي فيها هاي الـ Error هاي الروابط وكل رابط من هاي الروابط فيهم Errors واحد وبيحكي لك هون إيش الـ Error تبعه تمام بحكي لك أنه الـ Error في هذه الصفحة عن هذا التايتل في هذا التايتل واسم الـ Error Updated Missing Updated يعني بيحكي لك هنا طبعا هاي أنا حسب خبرتي بعرفها لكن أنت بالنسبة لك ممكن ما تعرف إيش اللي مكتوب ما المقصود بهذا الـ Error فلو ما عرفت لازم تدخل وتقرأ وتشوف طبعا عملية الدخول كيف احنا عرفنا الـ Error اسمه Updated تمام مفقود فيه إشي مفقود Updated تمام في هذه الصفحة طيب نرجع لورا نضغط على السرقة الـ Data عرفنا أنه الـ Type تبع هذا الـ Error هو H Atom والSource هو هذا السورس Microformats.org تمام طيب هذا هو اللي فهمناه الآن نضغط عليه Click تمام هذا الـ Error رحكينا عنه نضغط على هذه الصفحة عشان نزبطها منشوف أنه هذا هو الـ Type هذا هو الـ Data Type H Atom نضغط Copy منروح على جوجل منكتب H Atom أو نضعها في العنوان لو ما بدك تكتب أنت الرابط تكتب مثلا H Atom بس لكن أنا بفضل ما أنه معطيك رابط تدخد على الـ Address Bar وتعمل Base هتظهر لك هاي الصفحة هاي الصفحة بتظهر لك الأمور اللي عندها غلط إحنا زي ما حكينا في عنا Updated شايفين ها هي إذا ما بدك تقرأ إكبس Ctrl F أكتب Updated اللي هو الميسنج الخطأ تبعنا هيظهر لك موجود هنا هتفهم بالضبط من القراءة وين المشكلة طبعا أنا بحكي لك حسب خبرتي أنا عارف أنه هنا مقصود أنه في المقالة كمثال هاي المقالة هذا هذا شايفين هذا اللي بعطيك الوقت لو نعمل له Inspect انت مش ضرورة تعرف هالكلام كله ولكن أنا بس شرح لك بحكي لك إنه لازم في داخل Class يكون في عندك Class هنا Updated مش Published Updated تمام فلازم تفوت على الكود وتضع هذا الـ Class الجديد اللي هو الـ Updated اللي حكي لنا عنه شايفين بحكي لنا المسنج Updated مثل ما شفناها سابقا تمام فهمين الفكرة الآن زي ما حكيت لكم المشكلة في هذه الأرورز إنه ما فيش حل يعني ما رأي أعطيك إنه إعمل واحد اثنين ثلاث هتحل المشكلة لازم تعرف كل واحد منكم حيشوف error مختلف عن الآخر على حسب موقعك على حسب قالب الـ Wordpress على حسب جوجل كيف شايف هاي الصفحة اللي أعطاني عليها error هذه الصفحة كمثال زي ما نشوفين هنا صفحة حبارة عن category يعني هاي صفحة الكاتيجوري يعني لو ضغطنا كده حتضغط هاي الصفحة نعملها كopen هذه هي الصفحة اللي شايف فيها غلط ولو شايفين هون بيعطيك بالضبط وين شايفين بيعطيك بالضبط وين لو عملنا close بيعطيك في التايتل اللي اسمه how to avoid stiff صور اللي هو هذا هنا يعني المشكلة حسب خبرتي أنا ما بعرفها إنها موجودة هنا لأن أنت ممكن ما تعرف وين المشكلة فلازم تقرأ لازم تدخل هون وتقرأ وتشوف وين أضيفها ما بتعرف اكتب how to fix تمام بحكي لك هاي كل الأمور أنا كنت أقرأ عنها وعرفتها بالضبط مع الخبرة فممكن أعملها بإيدي وممكن أعطيها لواحد من تيم عندي هو اللي يعملها how to fix a h atom missing update updated هي المفوض مش update تمام طلعلي كثير خيارات شايفين حتى في أشياء يعني واضح أنه link visited قبل هيك لأنه أنا دورت عليها سابقا حتى أعرف كيف أحلها تمام فما فيش علم أو ما فيش خطوات ثابتة تعملها حتى تحل مشكلة لازم تقرأ وتعرف أوكي هاي المشكلة طبعا الحمد لله من أبسط المشاكل وهي فقط أنك تضيف خاصية في داخل class اسمها updated تعمل class يساوي updated بنتو قوتشن تحطها وين تحطها في داخل هذا اللي هو updated أوكي هاي حل المشكلة الآن في مشاكل أخرى لازم تقرأ وتفوت وتعرفها لأن أنا بكل بساطة كل فترة بدخل وبشوف وين في مشاكل وبقوم بحلها تمام صفحة ورا صفحة نعم عندك 23 صفحة ورا صفحة لكن الإشي الجميل إنه وورد بريس إحنا عارفين أن وورد بريس بيعتمد على فايلات وهي الفايلات بتأخذ أوردارات من من فايلات معينة فبالتالي ممكن تحل المشكلة أنت في فايل واحد يحل المشكلة في 15 أو 20 صفحة فهنا عندي أنا الكاتيجوري كاتيجوري أيضا هنا في كاتيجوري فهي كلها بتحل بإضافة هذا الكود بصفحة واحدة بعدين عندي الارتكلز فممكن أضف أضيفها في الملف اللي في داخل قالبي اللي اسمه single.bhp single post يعني هنا لو أضفت هذا الكود حتظبط هذه المقالة وهذه المقالة وهذه المقالة وكل الصفحات اللي عبارة عن مقالات أوكي فمعلش ما فيش ما فيش خطوات ثابتة أحكي لك شو تعملها لازم تقرأ لازم تفوت على جوجل وتبحث وتفوت على ال-structured type وتعرف هو إيش المقصود في من هنا تكتبه وتعرف المايكرو فورماس تابعه وتعرف بالضبط لأنه فيه أشياء على المايكرو فورماس فيه أشياء على السكيمة فلازم تعرف وين المشكلة تبعتك وتحلها عشان ما يكون منافسك له أفضلية عنك أوكي وحل لازم أحكي لكم بسيط اللهم أنت أعرف وين المشكلة طلب منك تضيف هذا الكلاس أوكي فوت وضيفه كيف أضيفه لا هاي مشكلتك هاي مشكلة المصمم أو المبرمج اللي عندك إذا أنت يعني بتعرف حدا بكل بساطة اضيفه أو إنك إذا بتعرف اجتمال اعمل زيه اقرأ اقرأ ويعرف بالضبط كيف تحلها وفوت وحلها سهلة جدا الموضوع بتاخذ وقت لكن هذا الموضوع أنا ما بعمله إلا بجوز كل ثلاثة شهور مرة ويدوب أجد شوية إيرورات يعني هاي أول مرة في هذا الموقع الدراسة اللي متابعيني بدورة كيف بموقع AdSense هاي أول مرة هتدخل هنا وأحل هاي المشكلة تمام أوكي ولما تحل المشاكل أولا بأول هتشوف فيما بعد إنه فعلا صعب جدا تشوف إيرورات موجودة عندك لأن الإيرورات يعني متكررة على كسرها لكنها متكررة أوكي بعد ما تخلص بإضافة الصفحة يعني مثلا هذه الصفحة ضفنا الكود كله تمام الآن بنجربها بنفوت على كوبي ومنروح على أداة رائعة جدا في جوجل اسمها Structured Data Testing Tool فوت على جوجل أكتب هاي هتطلع لك أول خيار اضغط عليها بعد نضعها هنا اعمل Paste لا المقالة أو المكان اللي أنت زبطت فيه أنت عارف إنك ضفت الـ Update أو المسنج الموجود أو أي خطأ موجود وبدك تشوف إنه خلص تمام ولا مش تمام ضيفها على Testing وعمل Run حيطلع لك بالضبط إنه هاي الصفحة Zero Error Zero Warning وكذا تمام فبتعرف أنت بالضبط إنه إيش المشكلة اللي كانت عندك خلاص انتهت أوكي ضميل جدا طيب خلاص نساك ذاتل الـ Rich Card مش مهمة أبدا ما تهمناش الـ Data Highlighter حلوة جدا الـ Data Highlighter بتخليك تحكي لجوجل وين الـ Items اللي يدور عليها جوجل لما يعمل فهرسة وهي كلام ما حكيته أكثر من مرة العناكب أو الكرولر تابعه لما يدخل ويشوف الصفحة بيقوم بوضع كل شيء في مكانه يعني الـ Title هو عارف إنه Title العنواء التاريخ هو عارف إنه تاريخ الـ Author هو عارف إنه Author وهكذا تمام فإنت بكل بساطة لو مثلا هذه مقالة تمام هذه مقالة أخذنا الـ Link تبعها Copy وروحنا على الـ Data Highlighter وعملنا له Start الآن منحط هنا الـ Link تبعها ومنختار هذه عبارة عن Article لأنكم ممكن تحط Review ممكن تحط Event Product تمام فمنختار هاي Article عبارة عن مقالة وأغلبكم كلكم حيختار هذا الخيار وبتحكي له والله اعمل لي تاج لهاي البوست وكل إشي تحتيها أو كل إشي شبهها تمام وبتعمل أوكي وممكن تختار طبعا لحالها إذا أنت عارف إنه هاي هي الصفحة خصوصا لو أنت موقعك HTML موقعك مش بيأخذ orderات من سكريبت زي الـ Wordpress لا أنت موقعك HTML بنعمل Start الآن بكل بساطة حيطلع الصفحة كما هي هنا ونبدأ نحكي لجوجل ما هي Data Items بكل بساطة منحدده إلى هنا بيطلعنا قائمة تحكي له هذا عبارة عن Title يا جوجل أوكي سجل هذا كتايتل على طول هنا كتب لي تايتل كذا 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 فجوجل الآن لما يعمل كرول أي صفحة شبيهة بهذه الصفحة وهذا يعني كل المقالات لأن هذه الصفحة عبارة عن مقالة فاهمين الفكرة سيعرف جوجل إنه هذا هو تايتل ويسجلها كتايتل طيب الأثر نروح نختار من هنا هذا author فعلى طول سجل إياه هنا طيب الديت نروح نختار هنا أيضا ومنحكي له يا جوجل ترى هذا هو الديت وممكن تعملها أدفانس أو تخلص ديتو تايم لأن هي ديتو تايم طيب يا هاني هل نعمل هاي بكل الصفحات لا طبعا الصفحات اللي بعطيك عليها إرور لو هو ما أعطك إرور إذن هو شايف الأمور تمام إرور وين إرور بالداتا ستركتور اللي تكلمت عنها لو بين بعض الأخطاء كتب لك إنه والله missing author name لا اعرف إنه جوجل مش شايف author name فتعال هون وحكي له إنه هذا يا جوجل هو author name فأعطيه وعمل done فاهم الفكرة لو مثلا حكى لك إنه والله فيه تاريخ date missing missing date فتعال هون وأحكي له لا مش missing هاي date موجود هنا فاهمين الفكرة فالهاي لايتر حلوة جدا وبتساعدنا وجوجل عملتها جديد يعني هاي من زمان ما كش موجودة علشان نسهل على حالنا بدل ما نفوت على الكود ونكتب بالكلاس زي ما هو بالضبط إحنا فقط نفوت هون ومنعمل هايلايت للإشي ومنختار نوعه type تابعه أوكي جميل الكاتيجوري هنا هذا القالب القالب الموجود هون ما بعطيك الكاتيجوري هنا فمش ضرورة تحطها أوكي لو فيه review rating بتحط له الريتنج لو فيه votes بتحط الـ votes وهكذا لو فيه صورة بتحط الصورة أنا هنا ما فيش تمام هاي كل الفكرة لهذا الموضوع بعد ما تخلص الـ highlight هلو بتعمل done أنا طبعا مش هعمل لأنه أصلا ما فيش أغلاط يعني جوجل ما أحكالي إنه فيه هاي الأمور هو بس حكالي إنه فيه updated بس فأنا بروح بحطها في الكود لأنه ما إلها مكان هون لازم أحط كلمة class يساوي updated في داخل الـ time أطلبه يهاني مصدروري أعرف ما إني أنا عارف بس مصدروري أعرف المهم أعمل الجوجل بالدوية تمام بعمل cancel أنا أنت طبعا لو هاي فيها مشكلة عندك هتعمل done مش هتعمل cancel هاي هي فائدة الـ data highlighter الرائعة طيب الـ HTML improvement حلو جدا لو في عندك أي مشكلة بالنسبة لجوجل كمثال العنوان طويل هاي بالنسبة لجوجل مشكلة إنه لا أنا بدي عنوان أظهره كاملا في محرك البحث لو كان طويل كثير هظهر نصه فالأفضل يكون مش طويل فحيطلع لك هنا إنه في عندك مثلا 7-8 مقالات التايتل طويل اضغط عليه click حتشوف المقالات ادخل عليها عندك في الموقع وقم بتعديل العنوان بحيث يكون جيد لو أعطاك مشكلة إنه فيه description ناقص اكتب description لو حكالك فيه مشكلة إنه description قصير طوله لو حكالك إنه فيه title متكرر وكي وهاي بتصير في موقع العربي كثير لأنه أنا موقع عربي مثلا دورة كيف أبيع موقع AdSense الفصل الأول كي دورت كيف أبيع موقع AdSense فصل الثاني فجوجل بيعتبر إنه فيه تكرار تمام لكن أنا موقعي مش تسويقي يعني فأهم إشي إنه الناس تفهم الترتيب تبع الدورة أحسن من إنه جوجل يحب الصفحة أكتر بالنسبة لي تمام الموبايل بيجز طبعا يعني لو أنت عامل الصفحات تبعتك بتقنية AMP تمام مش ضرورة تعرف شو هي لأنه أنت على الأغلب لو تستخدم موردبريس أو سكريبت مش هتكون فيها مشكلة هون فلو أنت عامل بهاي التقنية فهنا حتبين الصفحات تبعتك وهل فيها أخطاء أو لا تمام هذا بالنسبة للقسم الأول انتهى هيك الفيديو تابع معنا الفيديو القادم نشوف Search Traffic وبعد نشوف الجوجل اندكس والكرول ونفهم بالضبط إيش اللي ممكن نعملهم فيها أتمنى يكون فيديو مفيد حلو جدا تعرف الداتا تبعتك وتحاول تضبطها أعتقد الـStructure Data والـData Highlighter مهمين جدا بالنسبة لك وإن شاء الله يكونوا معلومة جديدة ومفيدة